افتتحت روسيا منذ بدي عملياتها العسكرية في أوكرانيا 14 مركزاً في مناطق سيطرة قوات النظام لجذب المرتزقة بهدف إرسالهم للقتال إلى جانب جيشها وجمعت روسيا خلال الأيام القليلة الماضية الآلاف منهم وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أعدت روسيا قوائم بما يزيد على 40 ألف مقاتل غالبيتهم من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام والفيلق الخامس الذي أسسته روسيا خلال تدخلها العسكري في سوريا المرصد أكد موافقة روسيا على 22 ألف مقاتل من بين المسجلين تلقوا سابقاً تدريبات عسكرية روسية وشاركوا في القتال إلى جانب القوات الروسية في سوريا كذلك أكد تسجيل ما يزيد على 18 ألف شخص عبر مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم بالتعاون مع شركة فاغنر شبه العسكرية التي تملك علاقات وطيدة بالكريملين وتنشط في سوريا منذ سنوات ويرى مراقبون أن الهدف من الاستعانة بالمرتزقة السوريين من قبل الروس ربما يكون توريط بشار الأسد أكثر في انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها روسيا وبذلك تقطع عليه الطريق للتفاهم مع الدول الغربية التي قد تحاول استغلال الوضع الروسي الحرج لاستمالة الأسد وإعادة تعويمه وربما يكون الهدف الاستعداد لحرب شوارع داخل المدن الأوكرانية وفي هذه الحالة يكون استخدام المرتزقة مفيداً في الداخل الروسي لأنه يقلل حجم الخسائر البشرية بين الروس ويمنع تزايد النقبة الداخلية على قرار بوتين بالحرب ويرى آخرون أن حجم الكارثة المعيشية في سوريا يشكل سبباً رئيساً في نجاح تجنيد المرتزقة للذهاب إلى أوكرانيا حيث أصبح تطوع الشباب للمشاركة في أي حرب خارجية سبيلاً للحياة بعد أن تقطعت بهم السبب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر